هذا وشهد رئيس مجلس الوزراء ومستشار النمسا مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين تضمنت الاتفاقيات عقدي شرقة وتصنيع وتوريد مفاتيح السكة الحديدية في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير والتحديث المستمرين لمنظومة السكة الحديدية وفقا لأحدث النظم العالمية بالإضافة إلى توقيع خطاب نوايا بشأن تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والبزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد بجمهورية النمسا إلى جانب مذكرة تفاهم ثلاثية لإصلاح ورفع كفاءة وإعادة تأهيل وصيانة 34 مكينة من مكينات التجديدات وصيانة السكة الحديد